رجل كبير في السن متزوج بامرأتين توفيت الزوجة الأولى قبله ومع مرور الأيام طلب أولاده منه أن يطلق الزوجة الثانية لعله أولاد الزوجة الأولى المتوفية أن يطلق الزوجة الثانية فطلقها حال مرضه ثم توفي بعد الطلاق مباشرة فما حكم فعله وفعلهم وهل تعتد هذه المرأة عدة الطلاق أم عدة الوفاة وهل لها نصيب من الإرث نعم يعني هذه حقيقة معضلة كبيرة جدا يعني تموت الزوجة الأولى فيتزوج الأب الزوجة الثانية ومن الإشكالات في هذا الباب أن الأبناء أصلا ما تيبغوش يزوجوا الأب نعم أصلا تخافوا اللي يجبوش وحدة تولد وغد يتزحموا في الميرات طبعا شيخنا هنا ذكر أن له زوجتين يعني ثم توفيت الأولى وكأنه يعني في حياته متزوج اثنتين نعم من اللي يزوجوا قاع الأب ديالهم الزوجة الثانية نعم كيشترت له أنا مخصش تولد ويلقع ولدت هذه الكاريتة الكبرى على كل حال هذا الشخص عنده زوجتين وحدة ماتت الأخرى بقيت يعني لما أحس الأبناء بدونه الأجل نعم قاموا وأمروه أن يطلق الثانية بحال لهما يكون بقاتل أم ديالهم ومات قاعد يشتركوا في ثمون نعم لكن من لمات الأم ديالهم وبقات الزوجة الثانية ستنفرد بالثمون كأن هذا فيه نوع من الحسد على شخص تدي الثمون كامل كون بقاتل وليدها راتقسم معها الثمون ولكن من لي ستدي الثمون ديالها كاملا فلذلك تحركت أيديهم مع الشعور بدونه الأجل ليطلق هذه الزوجة على كل حال هذا الزواج أو هذا الفعل الذي فعلوا لاش كانوا ظلم لأنه إعانة على الظلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الطلاق وقال يعني كسرها طلاقها فهم أمروا أباهم أن يكسر هذه المرأة بأن يطلقها هذه واحدة إذن ففعلهم هذا ذنب كبير ثانيا فعله هو حيث أطاعهم في ذلك وأطاعهم طلق هذه المرأة لا لسبب والسبب والإضرار يعني يريد أن يضر بها في الميرات وهناك هنا واحد القاعدة فقهية كأصلها العلماء ذكرها العلمة السعد رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه جاء واحد القاعدة كتسمى عند الفقهاء أن من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه وتذكر فيها هذا المسألة بالذات أن من طلق مرأته في مرض وفاته فإن الطلاق باطل لأن هذا الطلاق إنما الهدف منه أن يحرم المرأة من الميرات فلذلك قد باء بالخسران بفعله هذا مع أنه سيحرم مما يريد حيث إذا مات ستعتد عليه عدة وفات متوفى عليه أي ستعتد عليه عدة وفات وتأخذ نصبها من الميرات إذن هذه غير مطلقة لأن هذا الطلاق باطل لأنه يقع في مرض الوفات والهدف منه بين هو الحرمان من الميرات فلذلك يعاقبون بنقيض قصدهم وتحل أو تعتد هذه المرأة عدة وفات ولها حفظها وثمونها من الميرات كاملان والله أعلم إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر